اشتركوا في القناة استطاعت القوات المشتركة نقل العديد من العائلات الذين يسكنون في القرى التي تمت استعادتها من داعش إلى مناطق آمنة في مخمور والكوير في أطراف جنوب المحافظة والله ما يعنيش اقول لكم اليوم ثلاثة اربع ايام احنا محبوسين احنا وطفان لا اشي لا اشي رب لا شي يعنيش اقول لكم والحمد لله وبعد ثلاثة ايام من القتال فرضت القوات العراقية ومقاتلون بشمرقة ومتطوعون عشائر سيطرتهم على عدد من القرى بشكل كامل بعد اخلائها من سكانها والله فرحتنا حيات شبيرة الحمد لله والله طلعنا من هذا الضيم هذا وصارنا سنتيان بهدلة وضيم وناشد مجلس المحافظة المنظمات الانسانية الدولية والمحلية بتوفير المؤن والخيام والمستلزمات الطبية إلى تلك العائلات بسبب العجز المالي الذي يشهده العراق وبالاخص تلك المحافظات التي يسيطر عليها داعش تم توفير المستلزمات من بطانيات ووجبات سريعة لأكل ووجبات غذائية سلات صحية ومستمر الحمل معهم والتواصل مع وزارة الهجرة مشكلة ومن جانبها اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين انشاء مخيم واسع في قضاء مخمور لاستعاب نازحينين ووضعت الوزارة آلية مع الحكومة المحلية وقيادة العمليات لاستقبال النازحين وتأمين ممرات لإخلاء العوائل التي ستنزح من مركز مدينة الموصل ومن المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لسيطرة داعش